أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنفروا معربون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرق في السماوات إيدوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يجعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم ارتيامه وهم عن دعائهم وافلون ومن أضل ممن يجعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم وافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادته الكافرين وإذا كتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا فحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريكم فلا تملكون لي من الله شيحا هو أعلم بما تفيبون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بهم إن أتبع إلا ما يوحى إليه وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وكشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقانوا فلا خوف عليهم ولا هم يهتدون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وغصينا الإنسان بوالدين إرسانا حملت أمه كرهه ورضعته كرهه وحمه وفصانه ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة طال قال رب أوذعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تغضاه وأخذحني في ذريتي إندي تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة واعتق الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدين أفل لكما أتعداني أم أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلة آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساقير الأولين أولئك الذين هق عليهم القوم في أمم قد خلت من قبلهم من الإن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يذهبون ويوم يعرضوا الذين كفروا على النار أهلهم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها كاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسكون واذكر أخا عاد إذ أنزر قومه من أحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتكبكنا عن آلهتنا فأتنا مما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أرديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزل قوما مجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون إذ كانوا يجحدون بآيات الله وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلتنا ما حولكم من القرى صرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلها بمضلوا عنهم وذلك إفهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصر قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يجيه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيلوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجرهم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يهي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكون فاصبر كما صبروا العزم من الرسل ولا تستعجنهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون فلم ينبتوا إلا ساعة من نهار دنار فهل يهلق إلا القوم الفاسقون ترجمة نانسي قنقر